إشادة أممية جديدة بالتعاون بين المنظمة الدولية والكويت في مجال مكافحة الفساد والعمل نحو تبني ممارسات شفافة وجادة وعدلة جاء ذلك في بيان لمكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنصق المقيم لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد البيان أوضح أن جميع دول العالم اتخذت تدابير مهمة للتعامل مع وباء كورونا وتعبئة الموارد اللازمة لمواجهة حالة الطوارئ الصحية مبينا أن اتخاذ مثل هذه التدابير والتخفيف بعض أدوات الرقابة قد يؤدي إلى نقص الشفافية والحوكمة وهو ما يحتاج إلى معالجة عميقة ولفت البيان إلى أهمية مشاركة الكويت في إعداد الاتفاقية الأممية المتعلقة بمكافحة الفساد ثم توقيعها والمصادقة عليها كما أشار إلى إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد الذي يعتبر إنجازا مهما مبينا أن شعار هذا العامة اليوم العالمية لمكافحة الفساد هو التعافي بنزاهة الذي يربط بين التعافي من الوباء وأيضا من الفساد مسؤولون أمميون أكدوا أن الشفافية والنزاهة تمنع الفساد الذي يحدث بأشكال مختلفة مشيرين إلى الدعم الأممية لجهود منع الفساد ومعالجته من خلال تنمية القدرات وزيادة الوعي والإدارة المالية والإبلاغة مبينين أن الحكومات تحتاج إلى استخدام أدوات مكافحة الفساد لمواصلة تعزيز دور هيئات مكافحة الفساد وتحسين الرقابة وزيادة الشفافية والمساءلة كما أشهدوا بالالتزام المستمر الذي أبدته الكويت ممثلة بهية نزاهة في شراكتها الوثيقة والطويلة الأمد مع الأمم المتحدة في تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد استعدادا لتنفيذها ومشيرين إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع جميع الحكومات لتكثيف إجراءات مكافحة الفساد وذلك من خلال مرحلة التعافي من كورونا ترجمة نانسي قنقر